كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمراجعة الموقف المالي لعدد من المشروعات لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ عدد من المشروعات وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها لافتا إلى أن هذه المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة ترجمة نانسي قنقر